ازدل الستار عن مخططات اتباع اردوغان من حكومة الصخيرات فبعد اغراق غرب ليبيا في ظلام دامس دام لعدة اشهر ورفض الشركة العامة للكهرباء اصلاح الاضرار التي لن تكلفهم كثيرا وقامع اخر مظاهرة التي تطالب بازاحة المفسدين في الشركة كانت كل هذه الاحداث تمهيدا من حكومة الصخيرات لمشروع تركي جديد يهدف لسلب اموال الليبيين حيث تلقى علي ساسي مدير الشركة العامة للكهرباء بحكومة السراج عرضا من السفير التركي لدى حكومته في شراء وحدات متنقلة من تركيا واجار سفن توليد طاقة تركية من جانبه صرحت ساسي بان الحل الوحيد المتوفر لحل الازمة هو العرض الذي قدمه له السفير التركي رغم انه باهظ الثمن ازمة مفتعلة هدفها غسل لاموال الليبيين في اجتماعات مشبوهة تخالف القوالين الدولية فلا يوجد تفسير يبرر اجتماع سفير بمدير لكن هذا السفير تجاوز كل الاعراف الدبلوماسية التي تحكمه وتحول الى ما يشبه السمسار بمساعدة ساسي مفتعل الازمة صاحب ملفات الفساد ليضغط بعقود كانت تكلف لبنان 850 مليار دولار سنويا مقابل 850 ميجاوات حتى وصلت الى مليار ونصف المليار دولار جدولتها تركيا كديون على لبنان لمدة خمس سنوات مبالغ كانت كافية لبناء محطات دائمة لكن على ما يبدو هذه طريقة تركيا في نهب ثروات الشعوب شكرا